أهلاً بحضراتكو، لكم التحية، والنهاردة هنتكلم عن هو الحقيقة ما يتقلش عليه بقى سد النهضة، سد الإسيوبي يعني هنتوقف أمن الملف ده فترة كبيرة من الحلقة لأنه يوم الخميس اللي جاي إن شاء الله في جلسة طارئة لمجلس الأمن عن سد إسيوبيا إذا كان أبي أحمد جاهز للتحرك بشكل أحادي وإذا كان أبي أحمد مستمر في التعنط فإحنا بنقوله إن الدولة المصرية جاهزة للتعامل مع التداعيات السلبية للتحرك الأحادي الدولة المصرية جاهزة للتعامل معاك لو لم تتوافق مع مصر بنأكد عليه وبنقوله إن المواقف المصري سابت وهو الحفاظ على حقوق مصر المائية وبنأكد عليه وبنقوله انسى مفيش ومش هيحصل إن مصر تتنازل عن أي حق من حقوقها بنأكد على أبي أحمد وبنقوله لو أنت بتستغل ملف السد الإسيوبي عشان تغطي على فشلك في إدارة إسيوبيا وبتستغل ملف السد الإسيوبي للتقطيع على مشاكلك وفشلك الداخلي فإحنا بنقوله أنت كده بتلعب بالنار لأنك حتفشل أيضا في ملف السد الإسيوبي الموقف المصري واضح وصريح ولم ولن يتغير وهو الحفاظ على حقوق مصر المائية وعدم تقديم أي تنازلات مجتمع الدولي بنقوله أو بنقولهم لو كنتوا غير قادرين على إقافة تعنت الإسيوبي فاعلموا أن الشعب المصري كله بجانب الدولة المصرية وبجانب الرئيس المصري السيسي الشعب المصري كله بيؤيد وبيدعم الرئيس السيسي في أي قرار يرى للحفاظ على حقوق مصر والشعب المصري ترجمة نانسي قنقر